بتكو بقى جوة المسلسل، المسلسل أصله كان فيه يعني يعرف اللي هو الناس الحلوين والناس الوحشين يعني اللي هو عائلة فتح الله اللي معاهم الحق ومظلومين وبيحولوا وبيعافروا وانتو كل بقى الانتقام والمشاكل عندكو كنتو عاملين ازاي في الكواليس؟ أولا أنا عايز أقول لك حاجة أن احنا كان فيه بتتميز كواليسنا بحالة من الحب شديدة جدا محمد رمضان بيتفاعل ويتعامل مع الناس كلها بحب شديد جدا أول مرة كنت تتقابل محمد رمضان؟ ده أول مرة تتقابل فعمل يعني احنا فيما قبل كنت حضرت له فيلم الألماني وبركت له عليه ودي كانت المرة تتقابلنا فيها وبعدين تتقابلنا فعمل بقى قالوا حاجات كتير قوي والناس بتقول حاجات كتير قوي هذا الإنسان هو إنسان بجد من مواقف كتير حصلت داخل في المواقف في حاجات مش هقولها إنما طبيعته بقى أنه يدخل ويصبح على الناس كلها والكمبارس وياخدهم بالحضن ويسلم عليهم ويعايزين يتصوروا ويتصوروا ما يقولش لحد لأ أبدا في حاجات إنسانية هو عملها لا ما نتكلمش فيها إنما أنا لمستها كإنسان بقى بقول هذا الرجل إنسان بمعنى الكلمة إنسان جميل قوي في تعامله كفنان راقي جدا مخلص للعمل قوي بيجتهد إن هو لازم يصل إلى مراحل النجاح من وإحنا جوا اللوكاتي المشاهد اللي هو مش موجود فيها لهو في البلاتو بيبقى بيتفرق بيقف موجود معاكم آه وينزل يعود إحنا يعني كان بيبقى عملنا زي فريقين بقى إحنا فريق فصح الله قاعد قدام محل الدهب وهما بيعودوا قدام مكتب جعفر العمدة وبيرجعوا مشاهدهم وإحنا بنرجع مشاهدنا وبنبص لبعض وحاجات كالغاية منخلص طبعا صحابه حبايب جدا ومحمد سامي بصراحة أطفى جوه من الحب على المكان بخف الدم وهزاره وساعة الجد بيبقى فضيعة محمد سامي كان في لحظات والله يا ربي كان بيشتغل والمحلين متعلقة في إيده وبيبقى بيموت وبرطه مصر إن هو يشتغل وبيبذل المجهود مضاعف عشان يطلع العمل بهذا النبي أنا ما شفتش ده في مخريين كتير قوي ومن زمان قوي ولذلك العمل أنا بقول جعفر العمدة وفي زمان ليالي الحلمية في حضن الجبل وزئاب الجبل وسلسلات اللي كانت الكبيرة لكبت شد نيس طيب قبل ما روح فاصل عايزة منك حاجتين وحنرجح نكمل كلام أكيد تاني في جعفر العمدة مين الممثل بعيد عن محمد رمضان والبطل اللي أبهرك ما كنتش متخيل إنه يعمل النجاح ده رغم إنك كنت شايفه في الستوديو ومين الممثلة الأبهرتك اختر لي ممثل وممثلة الممثلة أستاذتنا الكبيرة الملكة هل أستطيع طبعا فظيعة صف صف كل الاسطاف بعد كده جميل جدا من الناس اللي أنا فجأت بيها أحمد داش ده الولد ده هيبقى نمر واحد كممثل جان في الفترة الجانية